طيب كيفية الاعتناء بقى بالاسنان الثابتة او المتحركة بعد تركبهم؟ هو طبعا الاعتناء السابت يعني هو تبريه اسنان ثابتة زيها زي وجود الاسنان الطبيعية نفس الاعتناء العادي القرى الهيوجينة بصاحة فم العادية فالط بسخدام مثلا الفرشة والمعجون الموسوش والمطمضة بتتعامل العادي خالط اما المتحرك عموما بيبقى يعني ممكن بس يعني بيتشال برة الفم او بيتغسل برة برجع تاني جوه الفم طيب وبالنسبة بقى التركيبات اللي هي الانواع للتركيبات المتحركة والله فيه اعتبر الاكراليك هو افضل حاجة وفيه حاجة جديدة برضو اسمها السيرمو السيرمو ده اللي هو الحراري بيبقى تدين شر عبارة عن يعني المادة بتاعه مثلا يعني عشان يعني بيتحط في الفم فبيبدأ يطبع على اللاسة شوية بس ده برضو له مشكلة انه بيضغط على العظم انا بالنسبة لي بفضل الاكراليك العادي خالص ترجمة نانسي قنقر